ازايكم؟ في الفيديو بتاع النهاردة جايين نشرح مع بعض ازاي تقدر تضيف الكذيببعك على جوجل مابس يعني بمعنى اصح ازاي يبقى عندك بروفايل على جوجل بيزنس او انك انت يبقى عندك حساب تجاري على جوجل ومن خلاله تقدر تضيف الكذيبب Mehr الشركة بتاعتك على خرائط جوجل او لو عندك مدرسة او لو عندك محل او لو عندك منصة أو لو عندك شركة أي أن كان يعني البزنس بتاعك إيه فأنت لو عندك محل أو شركة وعايس تضيف اللوكيشن بتاعها على خراية جوجل مابس أنا في الفيديو بتاع النهاردة جاي أقول لك إزاي الكلام ده بيتعمل بس خليني في البداية أقول لك لو بتتفرج عليها على الفيسبوك ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو ولو بتتفرج عليها على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يصلك كل جديد يلا بينا نبدأ الفيديو وتعالى أقول لك إزاي نعمل جوجل بزنس بروفايل وإزاي نضيف اللوكيشن بتاعنا على خراية جوجل أول حاجة هنعملها مع بعض هنفتح موقع جوجل ونبحث عن جوجل بزنس بروفايل هنلاقي النتيجة دي ظهرت لنا كده بهذا الشكل هندوس هنا على ساين أكفور بزنس بروفايل بعد كده هفتح لنا الصفحة دي طبعا خد بالك إنك إنت لازم تبقى عامل تسجيل دخول على الجيميل بتاعك وهتيجي هنا ساين أفور بزنس هتدوس هنا كده وتلاقي حاجة هنا اسمها كريت أبروفايل فإحنا أول حاجة هنعملها إن إحنا هنكريت بروفايل على جوجل طبعا البروفايل ده انت ممكن كمان تستخدمه في الإعلانات بتاعتك على حسابك على جوجل آدز يعني من الآخر كده تقدر تستخدمه في الإعلانات المموالة بتاعتك على جوجل آدز لو ما كانش عندك موقع إلكتروني فهو بيقول لك هنا طيب your business name أو إنك إنت هنا بتعمل add your business to جوجل يعني تضيف البيزنس بتاعك على جوجل فأنا هدوس كده add your business to جوجل هيقول لك حط البيزنس name بتاعك فأنا مثلا هنا هكتب باسم سكول وهيقول لي اختار البيزنس كاتيجري هقول له مثلا على سبيل المثال educational consultant يعني استشارات مثلا تعليمية وبعد كده هاجي هنا وادوس على نيكست هيقول لك هل أنت حابب تضيف لوكيشن لك على البيزنس بروفايل بتاعك علشان العمل أجيلك فيه هقول له إيس وبعد كده هدوس على نيكست هيبدأ يقول لي حط البيانات بتاعتك هقول له هنا في مصر العنوان بتاعي مثلا المكان الفلاني المحافظة وبعد كده هكتب تحت postal code أو اللي هو الرمز البريدي وبعد كده هدوس على نيكست بس اخد بالك الرمز البريدي اللي انت هتحطه لازم يكون الرمز البريدي الحقيقي يعني ما ينفعش تخط هنا اي رقم فلو انت ما كنتش عارفه ممكن تبحث عليه على جوجل أو تكلم مكتب البريد اللي انت تابعه وتعرف منه الرمز البريدي اللي انت تابعه بعد كده هندوس على نيكست هيبدأ يقول لك حط اللوكيشن بتاعك على الخريطة فانا هاجي كده على سبيل المثال وهبدأ احرك البن تول دي كده بهذا الشكل وممكن هدوس كده على بتاعت اللوكيشن دي وادوس هنا على اللاو علشان يبدأ هو يتتبع اللوكيشن اللي انا فيه وبعد كده هحط البن تول كده بهذا الشكل وهدوس على نيكست بعد كده بيقول لك هل انت العملاء يعني ممكن تزورك في المكان ده فانا هاجي اقول له يس وبعد كده هدوس على نيكست بعد كده بيقول لك حط الاريا اللي انت بتخدم عليها يعني لو انت مثلا فيه اماكن معينة بس هي اللي بتخدم عليها فانت بتبدأ تحطها هنا لو مفيش هدوس على نيكست لو انت بتخدم على كل المحافظات يعني لو انت مش بتبيع منتجات فبالتالي انت بتخدم على اي حد اما لو بتبيع منتجات وفيه اماكن بس هو اللي بينفع تعمل لها شحن فانت هتبدأ تحطها هنا فانا هاوكي انا مش محتاج فهدوس على نيكست هيبدأ يقول لك حط رقم التليفون للتواصل فابدأ حط رقم التليفون كده وهيقول لك حط الموقع الالكتروني بتاعك فانا هاجه هنا اقول له www.basmschool.com وبعد كده هدوس على نيكست بعد كده بينقلك لمرحلة الفريفيكيشن الموضوع الفريفيكيشن ده بيبقى عامل ازاي الموضوع ببساطة ان هو بيبدأ يبعث لك اسم اس كود على الموبايل بتاعك علشان تبدأ تحط الكود ده في المكان اللي هو هزره لك ولكن لو كنت انت already الحساب بتاعك معمول له فريفيكيشن قبل كده ورقم التليفون بتاعك معمول له فريفيكيشن قبل كده علشان انا هنا داخل بالاميل اللي انا كنت already بالفعل ضايف بي لوكيشنز قبل كده فهو بالنسبة له خلاص انت زي بيقولك كده مصدر موصوق فيه يعني فمش هيطلب مني ان هو يبعث لي اسم اس كود تاني عشان كده انا دست على نيكست على طول لكن لو انت بتعملها لأول مرة هتلاقيه طلب منك ان فيه كود هيجي لك على رقم الموبايل بتاعك هتبدأ هيجي لك فرسالة اسم اس هتبدأ تحط له الكود ده عشان يتأكد من رقم التليفون وبعد كده هيبقى فريفايد عادي جدا بعد كده يقولك حط الخدمات بتاعتك فانا مثلا كتبت له اديوكيشن ال كونسولتانت كارير كونسولتانت مثلا ممكن ناجي هنا اكتب مثلا على سبيل المثال ماركتين كورسيز مثلا يعني ممكن اكتب هنا ديجيتال ماركتينج كورسيز على سبيل المثال فيسبوك ايدز كورسيز انستجرام ايدز كورسيز مثلا يعني وابدأ اخط الخدمات بتاعتي كلها زي ما انا عايز وبعد كده هدوس على نيكست بعد كده بيقولك حط موعيد العمل بتاعتك فاحنا شغالين الحد والاثنين والثلاث والاربع والخميس من الساعة عشرة صباحا للساعة خمسة مساء فابدأ احطهم كده هنا بهذا الشكل ادي عشرة ودي خمسة وبعد ما اتخط موعيد العمل بتاعتك هتيجي هنا وتدوس على نيكست بعد كده هيقولك هل انت عايز الناس او العملة تبعتلك رسائل من خلال البيزنس بروفايل بتاعك على جوجل ولا لا ممكن تفتحها او تقفلها زي ما انت عايز وبعد كده هتدوس على نيكست بعد كده هيقولك حط الديسكريبشن او وصف البزنس بتاعك فانا هاجي هنا اكتب له اول منصة عربية مصرية لتعلم التسويق الالكتروني وصنعة المحتوى من السفر للاحتراف تحتوي المنصة على العديد من الكورسات في مجال التسويق الرقمي مثل كورس اعلانات الفيسبوك الممولة وكورس اعلانات الانستجرام وكورس اعلانات جوجل ايدز وكورس اعلانات سناب شات وكورس اعلانات تيك توك وكورس اعلانات وكورس اعلانات تويتر وكورس جوجل تاج بالاضافة لكورسات خاصة بصناعة المحتوى مثل كورس التصوير وكورس المونتاج وكورس الربح من اليوتيوب وكورس اليوتيوب وكورس الربح من الفيسبوك وبعد كده طبعا هنزل تحت ودوس على هيبدأ يقول لك حط صور للبيزنس بتاعك فانا ممكن اجي هنا كده وعلى سبيل المثال احط الصورة وبعد كده هدوس على بعد كده بيقول لك انت ممكن تعمل اعلان ممول عطول بسهولة فانا هقول له انا مش عايز اعمل اي اعلانات ممولة دلوقتي بعد كده يقول لك خلاص كل التعدلات اللي انت عملتها والحاجة هتبقى متاحة بمجرد ما انت تعمل او مجرد ما انت تتوسك وانا اصلا اتوسكت من جوجل خلاص زي ما قلت لك كده عشان رقم التليفون اصلا كان متوسك عندهم قبل كده فانا هدوس على لو جيت عملت بحس على جوجل عن باسم سكول هلاقي باسم سكول ظهرة كده واللوكيشن موجود بهذا الشكل انت ممكن اللوكيشن يتأخر معاك شوية انه هو يظهر ده بسبب بس التوصيق او انك انت هما يتأكدوا من وجود اللوكيشن وان التوصيق بتاع جوجل يتم الموضوع ممكن ياخد من ساعة لتلات يام بك كتير وهتلاقي بعد كده الموضوع ظهر معاك واللوكيشن تحطه بقى عندك بيزنس بروفايل وكمان البيزنس بروفايل ده تقدر تستخدمه في اعلانات جوجل ادز زي ما كنا شرحناها قبل كده في كورس اعلانات جوجل ادز بتاعنا اللي موجود على قناتنا على اليوتيوب واللي برضو موجود على المنصة التعليمية الخاصة بنا اللي هي باسم سكول بس كده وبكده اكون انا عرفتك ازاي تعمل جوجل بيزنس بروفايل وازاي تضيف الماب بتاعتك او الخريطة بتاعتك على جوجل مابس ولو عندك اي سؤال تقدر تسيبولي في التعليقات ولو في حاجة مش واضحالك او عايز معلومات اكتر تقدر تسيبلي كل استفساراتك في التعليقات وان شاء الله اي استفسار انتو بتسيبوه ان شاء الله اعملوكو ليه فيديو قريبا اتمنى يكون الفيديو ده عجبك او عجبك الفيديو انا تنساش تعمل لايك واشارله بتفرج عليها على الفيسبوك او بتفرج عليها على اليوتيوب تنساش تعمل سبسكرايب للقناة اتفعلك جرز عشان يوصل لك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته